بعد نزال أول صنف كأحد أغرب النزالات في تاريخ الفنون القتالية المخترطة وبعد إلغاء النزال الثاني بسبب إصابة الهلك المولدوفي بفيروس كورونا أخيرا حان وقت نزال الثار بين الأسد الدغستاني محمد أنكلاييف والهلك المولدوفي إيون كتولابا وقد وصل كلاهما إلى جزيرة النزال بكامل جهازيتهم وتبدو على وجوههم علامة الثار بعد نزال أول مليئ بالعداوة وفي الدخول إلى القفص كان واضحا من الأجواء أننا سنشهد نزال جنوني آخر وعندما بدأ النزال كان لمحمد بداية قوية بعد أن رمى هجمات متعددة على خصمه المولدوفي ولكن رد عليه إيون بلكمة مستقيمة قوية جدا واستمر المولدوفي برمية تلك اليد اليمنى ولكن كان محمد دائما جاهزا للرد وأكمل المقاتلين تبادل هجمات ورمى محمد في آخر دقيقة يد يسرى أسقطت إيون ولكنه سرعان مات عافى منها وعاد إلى قدميه ولكن محمد لم يتوقف عن الهجوم وفي نهاية الجبل الأولى رمى محمد لكما يسارية أرسلت كتلابة إلى النوم والآن أخيرا أقفلت صفحة هذا النزال وأصبح سجل محمد الاحترافي 14 انتصار وفقد خسارة وحدة ويعد محمد الآن كأحد أقو المنافسين لحزام يان بلاتشويتش فأنا أتمنى له التوفيق في نزالاته في المستقبل شكرا لك اللي تابعوا الفيديو أتمنى تكونوا سمتعتم فيه إذا عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة فعلوا الجرس عطوا لي لايك واكتبوا لكم تاتكم في الكمنت سكشن تحت وبرك الله فيكم أنتم وهليكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة